لا تتوقف المواجهة بين الجيش الوطني والميليشية في جبهة المسلوب فما أن تصمت البنادك حتى تستعر من جديد ومعها نشوة المقاتلين المرابطين في خطوط التماس من أي استعادة الدولة من قفضة الميليشية وإن شاء الله سوف تحرر في أقرب وقت ممكن ونستعيد كل مؤسسة الدولة التي عبثت بها الميليشيات والتي دمرها المخلوع علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي الإنقلابية على خط استعادة الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق الجوف يرابط جنود الجيش الوطني ويقضون شخل الصيام داخل جبكات الحرب المحتدمة نارا وجوعا وعلى امتداد الجبكات لا وقت كي تستريح البنادق ونحن مديرية المسلوب الآن محررة معدلة عشرة في المية إن شاء الله نحرها كامل حتى ندخل إلى المطمة وبعدها إلى جبال سليام هذا الذي أمامكم فهو بعده جبال أرحب محافظة صنع معارك مد وجزر تخضخ قوات الجيش الوطني مع ميليشي الحوثي والمخلوع صالح في مواقع السلان وسداح والساقية واللبى ووقز وجبكات عدة من مديرية المسلوب وعلى مرمى جبل فاصل بين الجوفي وحرف سفيان غربا وأرحب جنوبا تدور المعارك العنيفة يوما بعد آخر فيسقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الميليشية التي تستميت في هذه البيوت والمخابئ الواقعة تحت نيران الجيش الوطني وضربات مدفعيته التي لا تتوقف وهذا المنطقة منطقة ملاحة ومنطقة الزنو آخر معقل الحوثيين في مديرة المسلوب عندما يكون الوطن واستعادة حريته وكرامته خيار أبنائه في السهول والجبال تكون النتيجة حتما النصر وإن طال البقاء خلف متاريس تضج بأصوات الحسم وسرعة استكمال وتحرير ما تبقى من أراضي البلاد من الجائحة ونحن جينا هنا لنتعب من أجل استعادة الدولة ومن أجل تحريض أرض اليمن من الأنقلابيين في جبهات الجوف المحتدمة ومعاركها الطويلة أجواء رمضانية بنكهة البارود صاب المقاتلين فيها لكن بنادقهم لم تصم فيما تستمر المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيا ومعها تستمر خطى الأبطال المتقدة بأحلام استعادة الدولة علي الجرادي قناة بلقيس الجوف